اخواني وخواتي احبائي الرب يبارككم الرب يملأكم بالسلام الرب يملأكم بالجمال الرب يملأكم بالحب الغير المحدود وصلي من اجلكم ان كل الفرص الكونية الفرص الالهية تملأ حياتكم تعيشون الفرح تعيشون الابداع وتعيشون في تحقيق اهدافكم فيك وحولك الفرص العظيمة قول معي اخي واختي في داخلي وحولي الفرص العظيمة هكذا نقول معنا الآن في داخلي وحولي الفرص العظيمة اعيش الفرص العظيمة انا مركز الفرص العظيمة نصلي من اجل حياتكم وحياة عوائلكم وشعوبكم ومجتمعاتكم ان الرب يبارككم اينما تكون تمتلئون اكثر واكثر بالفرح تمتلئون اكثر واكثر بالحب والسعادة والامان والحماية والجمال وتمتلئون اكثر بالحكمة وتمتلئون اكثر بالاطمئنان هذه الحلقة هي الجزء التاسع من مناقشاتنا لعلوم ما بعد الأرض وهذه الحلقة حقيقة في غاية غاية الأهمية بل هي كل الحلقات التي نناقشها خاصة في هذا الكتاب كل الأجزاء هي مهمة وأفترض من أجل أنكم أن تتابعوننا أفترض أنكم أيضا شاهدتم الأجزاء السابقة في هذا الجزء يوضح لها مدى أهمية تغيير اعتقاداتنا حول أنفسنا في هذا الجزء يركز على مدى أهمية عدم تطوير الاعتقادات السلبية هذه هي النقطة الأولى التي يوضحها النقطة الثانية يوضح الآن أمر مهم النقطة الثانية في البعد الرابع أي عندما تسافر من الأرض تغادر من الأرض البعد الرابع أو الحياة بعد الأرض يحدثه عن شيء مهم اسمعه أرجوك وركز عليه أرجوك مرة أخرى ركز على الذي يقوله ماذا يقول لها؟ يقول لها أن هناك مراجعة أنت تراجع ما عملته في حياتك على الأرض وهذه المراجعة يجب أن تحدث كل إنسان يترك الأرض سوف يجد الأحداث التي عاشها على الأرض يشاهدها تسمى باللغة الإنجليزية مراجعة أحداث حياتك مرة أخرى باللغة الإنجليزية تسمى مراجعة الأحداث والتصرفات والأمور التي أنت عشتها في الأرض أنت تشاهدها يضيف شيء آخر مهم متى تحدث هذه المراجعة؟ متى أنت سوف تبدأ بمشاهدة أعمالك؟ يقول لها التالي يقول لها أنت تذهب أولا إلى محطة الراحة أو محطة الجمال محطة الحدائق والأصوات الموسيقية الجميلة والأصور الجميلة ترتاح هناك محطة الاستقبال هذه أول خطوة يعني المراجعة المراجعة يعني أنت متى تشاهد الأحداث التي أنت عملتها في الحياة لا تكون مباشرة لا تكون مباشرة بعد أن تترك الأرض وإنما الخطوة الأولى يكون مكانك مكان الراحة هذا المكان الجميل الذي تسمع فيه موسيقى جميلة حدائق جميلة تشاهد وتعيش في حدائق جميلة قصور جميلة تلتقي بأقرباؤك أهلك وبعدها الكون يهيئك بعد الراحة الكون يهيئك لأن تنتقل لكي تراجع ترى أقصد تراجع يعني ترى تشاهد الأحداث التي أنت عملتها وأنت كنت أثناء معيشتك على الأرض الآن أنا أريد أن أسأل سؤال قبل أن أعطيكم الجواب أريد أن أسأل سؤال لماذا الكون جعل المراجعة لماذا الكون جعل المراجعة بعد محطة الاستقبال يعني بعد محطة الراحة لماذا جعل الكون مراجعة حياتك بعد محطة الراحة وليست قبل محطة الراحة أو نستطيع أن نسميها محطة الاستقبال فأفتح الشات يعني هذا السؤال أريد أن أتناقش به معكم ماذا تعتقدون لماذا من وجهة نظركم أو من معرفتكم بعلوم المتافيزيكس ما هو السبب فأنتظر جوابكم ممكن ترسلون لي كتابة أو ممكن تتحدثون بالصوت مفتوح الصوت والكتابة شخص يقول لأن الشخص بيكون خائف أو متوتر أو تائه شخص آخر يقول للأطمئنان شخص آخر يقول حتى ينظر لها من مفهوم البعد الرابع ويكون تخلص من سلبيات البعد المادي شخص يقول أنا أقرأ إجابتكم الإجابات التي نسلمها شخص يقول لكي يتحرر من البعد الثالث وشخص آخر يقول ليساعده نفسيا لتقليل الأحداث التي ربما تكون صعبة بالنسبة له وشخص آخر يقول حتى يركز في الأحداث شخص آخر يقول لكي يكون مهيئ وإجتاز الرهبة الجواب الأقرب إلى الصحة أنتم حقيقة أجبتم أجوبة رائعة فيها كثير من الصحة والجواب الذي هو جدا جدا قريب من الصحة هو شخص آخ أو أخت أجابه هذا الجواب يكون جدا قريب من الصحة أجوبتكم رائعة صحيحة فيها جزء كبير من الصحة لكن أيضا سوف أوضح أكثر لكن هذا الجواب الذي أنا أقرأه وسوف أقرأه مرة أخرى هذا جدا قريب من الصحة أجابه شخص يقول حتى ينظر لها من مفهوم البعد الرابع ويكون تخلص من سلبيات البعد المادي هذا أقرب جدا إلى الصحة هذا هو الجواب الفكرة الفكرة في المراجعة هناك نظريتين يجب أن تنتبه نظريتين النظرية الأولى تقول أنك بعد أن تترك الأرض سوف تبدأ مباشرة المراجعة هذه موجودة بحوث يعني كتب بحوث هذه نظرية الأولى النظرية الثانية يقولون أن المراجعة تحدث بعد أن ترتاح في محطة الاستقبال أو محطة الراحة ترتاح ثم تبدأ المراجعة الآن أخونا بلي يؤكد النظرية الثانية أخونا بلي يؤكد النظرية الثانية أنه أنت أولا ترتاح وبعدها تبدأ المراجعة يؤكد لها النظرية الثانية ما هو السبب هنا لماذا بعد محطة الراحة تبدأ المراجعة أنا أضيف لأجوبتكم أضيف السبب أنك عندما تعيش في البعد الرابع أنت الآن في محطة الاستقبال تلتقي بأهلك تعيش هذه الحدائق الجميلة والقصور الذهبية والبوابات الذهبية حتى يصف هناك لؤلؤ لؤلؤ ويعني ضوء جميل فهنا أنت تتشبع بالقوانين الجديدة للبعد الرابع أنت ترى الصفة وترى الحب وترى الهدوء فعندما تنتقل يعني الكون ينقلك إلى محطة أعلى لكي تشاهد أعمالك في الأرض هنا أنت عندما تنتقل إلى المحطة القادمة لكي تشاهد أعمالك فأنت أنت سوف ترى أعمالك ليس أنت سوف ترى أعمالك ليس من المفهوم الضيق كما أنت تشعر وترى أعمالك المحطة الأولى المحطة الأولى دعونا نسميها محطة المراجعة هنا أنت سوف تشاهد أعمالك على الأرض من نظرة الباحث ومن نظرة الحكيم ومن نظرة الفاهم ومن نظرة المحب ليس من نظرة الخائف ليس من نظرة المتشكك هل تلاحظون؟ فهذا أمر في غاية الأهمية هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة التي أيضا يذكرها وهي نقطة أيضا مهمة جدا 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 يقول أن اعتقاداتنا على الأرض اعتقاداتنا على الأرض لها تأثير فعال اعتقاداتنا على الأرض لها تأثير جدا فعال في أي محطة نحن سوف ننتقل هل تلاحظون؟ حتى يقول سوف نقرأ معا حتى يقول التالي يقول أبي يعني أبو بلي يقول أبي كان وهو يعيش على الأرض كان له رغبة جدا قوية في أن يلتقي بوالديه وإخوانه الثلاثة الذين رحلوا لديه رغبة كبيرة والد بلي بمعنى عندما تسمع رغبة قوية بمعنى اعتقاد فيقول والدي والدي لاحظ والدي أثناء مغادرته الأرض وهو على الفراش الأرضي الآن يستعد للمغادرة والد بلي فوالد بلي في هذه الدقائق يجد والده ووالدته اللذان رحل قبله واقفين بجانب سريره لكي يأخذوه معهم إلى البعد الرابع في البداية أعطيتكم هذا الملخص ويتحدث أيضا حول أمور مهمة أخرى فدعونا نكمل من الجزء الثامن يعني الجزء الثامن انتهينا ونبدأ البداية من نقطة انتهاؤنا في الجزء الثامن نناقش الكتاب نقرأ الكتاب باللغة الإنجليزية نناقشه بالعربي رجاء فنعمل شير أفترض أنكم شاهدتم الجزء الثامن نحن الآن انتهينا يعني كنا في هذا السطر في الجزء الثامن انتهينا منه والآن نكمل يقول I have been standing ملاك لكي أنت ترينني على شكل ملاك من أجل أن تتوسعي أكثر في قابلياتك النفسية وتتشجعي أكثر يعني لماذا هو عرض نفسه عليها كأنه ملاك لأنك أنت في البعد الرابع تستطيع أن تغير جسمك شكلك فهو لماذا يقول أنا واقف في السماء على شكل جسم ملائكي نعم هو هكذا سوف تشاهده يعني في هذه الحلقة سوف تجدون سوف تراه تراه بلي الآن ملاكا ملاك طاقة ضوئية في السماء يحدثها يقول لماذا أنا عملت هيئتي كهيئة ملاك من أجل أنك يا أختي العزيزة أن تتشجعي أي تعرفي أن هناك فرص عظيمة تنتظرك يعني يقول لها انظري هذا أخوك الذي كان في الأرض متعود على تناول المخدرات هو ملاك في السماء أي يقول لها انظري كم الفرص عظيمة فيقول لها لكي أجعلك أنك تكونين بسيطة في التعامل مع قوانين الكون سهلة يعني لا تتوتري لا تخافي أوكي فور مي دايز آر أن اترنتي يقول بالنسبة لي هذا بلي يقول بالنسبة لي فالأيام التي يعيشها عبارة عن أبدية أبدية يعني أيامنا في الأرض لا تعتبر أبدية لماذا؟ لأنك أنت تعيش يوم بعد يوم يوم بعد يوم وتحسب تقول أنا كنت طفل أصبح شاب أتوظف أتزوج أسافر هذا في المفهوم الأرضي لكن في مفاهيم البعد الرابع الأيام كلها شعور أبدي يعني ليس في فكرك أنت طفل أو شاب أو تصبح كذا أو تعيش كذا فكر أبدي فيقول أيامي أعيشها بشعور الأبدية واو أترنتي آني think about it يقول لها هو يعني يتعجب يقول واو يعني آها انظر انظري أختي آني فكري بها إذن كما هو يفكر بالأبدية ويعيش الأبدية ويقول لأخته أيضا يا أختي فكري بها فأيضا نحن الآن نفكر بهذه الأبدية اشعر بها اشعر وأنت ما بعد الزمن والمسافة اشعر وأنت في السماء نعم دائما ابني هذه الصور هذه الصور جدا مهمة جدا مهمة أنك تبني صور وأنك جسم ضوئي في السماء مهمة هذه في غاية الأهمية باستمرار ابني صورة وأنت جسم ضوئي في السماء لماذا؟ لأنه هذا اعتقاد والاعتقاد هذا هو اعتقادا عظيما اعتقادا يجعلك تعيش كجسم ضوئي في السماء ففكروا بها وعيشوا بها نعم نعيشها لدقائق نفكر الآن قول أنا أبدية هكذا أنا أبدية أعيش الأبدية قول أنا فوق الزمن والمسافة قول أنا جسم ضوئي وحلق في الكون باستمرار قول هذا أنا جسم ضوئي وحلق في السماء مهم هذا جدا مهم وحتى أعطيكم هذا الآن شيء سر الأسرار هذا سر الأسرار عندما تبدأ الآن من الآن وأنت متمدد على سريرك أقصد وأنت متمدد على سريرك يعني مثلا في الليل وأنت متمدد على سريرك تقول أعيش بجسم ضوئي وتبني صور وأنت جسم ضوئي في الكون ثم تكرر أعيش بجسم ضوئي أعيش بجسم ضوئي ماذا يحدث عندما تترك الأرض عندما تترك الأرض أنت تكون هذا الجسم الضوئي أريد الآن أن أكمل وبعدها سوف تتصل بالناس الذين في الأرض وتوضح لهم تتكلم معهم تتصل معهم بمعنى أنت سوف تكون بلي الثاني هكذا فهو فهو يدرسنا يعلمنا قوانين البعد الرابع عندما أنت تدرسها في الأرض فأنت سوف تعيشها عندما تدرس وتفهم قوانين البعد الرابع أنت سوف تعيشها فأنت سوف تكون أيضا الجسم الضوئي وتتصل بالناس في الأرض تحدثهم بالصوت وتدعوهم أيضا تقول لهم تعالوا شاهدوني لأنه سوف يدعوها يقول لها تعالي أريدك أن تريني يعني هي سوف تذهب إلى بحر إلى البحر وتسبح في البحر وترى يعني تنظر إلى السماء وتجده أخوها بلي جسم ضوئي يحييها فهو يقول لها فكري بالأبدية بمعنى أنت لا تفكر الآن بمخاوفك وأنت كبير صغير تعمل لا تعمل لديك مال ليس لديك مال لا تفكر بهذا يتركها هو سوف يقول لها لاحقا يقول اتركي كل هذه البرمجيات الخاطئة وفكري بالأبدية الآن ماذا يقول لها يقول لها don't worry grita garbu يدلعها يقول لها لا تقلقي اخته يعطيها اسم يقول لها لا تقلقي grita garbu grita garbu هي تعتبر أحد أعظم أعظم بهذا المستوى أعظم الممثلات في تاريخ السينما سينما العالم grita garbu سويدية الأصل سويدية الأصل ذهبت إلى أمريكا grita garbu ومارست يعني فن التمثيل عظيمة وراعية عبقرية جدا في التمثيل وحصلت على ثلاثة مرات جاهزة أوسكار فهو يدلعها دعونا نقرأ بعض الشيء حول grita garbu لأنه قصة grita garbu مهمة أنك تتعرف على هذه الشخصية grita garbu يدلع أخته يقول لها لا تقلقي grita garbu من هي grita garbu مرة أخرى دعونا نعمل شير أذهب إلى الوكيبيديا هذه grita garbu سويدية الأصل وبدت يعني بدت التمثيل في السويد ولدت في استوك هوم ثم غادرت أو سافرت إلى أمريكا الشيء الذي أريد أن أشارككم في شخصية grita garbu وهو البناء الإيجابي البناء الإيجابي منذ أن كانت صغيرة منذ أن كانت صغيرة لاحظ أهمية الاعتقادات في تكوين وتحديد أهمية الاعتقادات في تكوين وتحديد مصائرنا وحياتنا فهي ومنذ أن كانت طفلة كانت دائما تبني صور وإنها ممثلة رائعة هي لم تدرس المتافيزيكس ولا تعرف مسائل البعد الرابع والبعد الثالث وعقل الكون لكن هي منذ أن كانت طفلة هي كانت تطبق البناء الإيجابي فهذا السطر نقرأه لاحظ نقرأه من موقع وكيبيديا حول هذه السيدة فيقول من موقع وكيبيديا يقول كانت تحلم باستمرار منذ أن كانت طفلة وكانت دائما تمثل يعني تعمل أدوار تنفيلية وهي صغيرة معزولة بحالها قاربو كانت فيها صفات القيادة وهي كانت مهم في فيتر في وإن وإن وإهتمت بالمسرح أو العلوم المسرحية منذ الطفولة المبكرة الآن يدرسها نرجع إلى الكتاب يدرسها الآن أخوها كيف تنتقل يدرس أخته كيف تنتقل من الفكر المحدود في البعد الثالث إلى الفكر الغير المحدود أخوها يقول لها التالي يقول لها أريدك أن تأتي إلى عالمي يقول لها أريدك أن تعيش في البعد الرابع ويقول لها أريدك أن تترك العالم المحدود الذي أنت تعيشيه وأن ترقصي معي يقول لها عندما تترك البعد الثالث وتأتين معي تعيشين معي في البعد الرابع فسوف تجدين أشياء تعيشين بأشياء جديدة نادرا ما أنت عشتيها أو رأيتيها وعندما أنت كنت تعيشين في البعد الثالث يقول لها كيف تأتين وتعيشين في البعد الرابع يعلمها يقول بالتدريج شيئا فشيئا تأتين إلى البعد الرابع خطوة 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 لا تقفز مباشرة إلى البعد الرابع يقول في البداية تكون كالتالي يعطيها وصف الآن هذا الذي أقوله أو وضيحه يكون مثل الوصف يعطيها وصف يقول لها ابدأي من القدم ثم أصعدي أكثر إلى الركبة ثم أصعدي أكثر إلى هذه المنطقة الخصر ثم أصعدي أكثر فوق الرأس ثم حلقي أعلى إلى الكون الغير المحدود هذا فقط وصف يعني عندما يقولها ابدأي أولا من القدم ثم أصعدي إلى الركبة إلى مستوى الركبة ثم أصعدي إلى الخصر ثم أصعدي إلى الرأس ثم حلقي مجرد وصف بالكلمات الذي يقصد من هذا الوصف أننا وفي البعد الثالث لكي نعيش في البعد الرابع شيئا فشيئا نتدرب نصلي نبني صور إيجابية هذا الذي يقصده نتدرب نصلي نبني صور إيجابية نطور إيماناتنا بنفسنا فكأنه نبدأ من القدم ثم نصعد إلى الركبة ثم نصعد إلى الخصر ثم نصعد إلى الرأس ثم يقول بعدها سوف نجد أنفسنا أو هي تجد نفسها هي تعيش في أحضان الإله الآن هي تبدأ تتكلم فالخط المائل أمامكم هذه الخطوط المائلة من الكتاب هذا كلامه في اللغة الإنجليزية العامودي هذا العامودي الآن كلامها فالآن هنا في كلامها التالي هو الآن يدعوها لكي تراه أوكي يعني هو في البداية كان كله صوت ممكن يهيئها لأنه لو ظهر لها في البداية كصورة كصورة ملاك ممكن تخاف كثيرا فهو بدأ بصوته صوت مسموع صوت مادي تعودت على الصوت المادي وعرفت أنه هو بلي شيئا فشيئا شيئا فشيئا بنت علاقة جديدة معه عرفت أنه الآن هذا بلي هو شخصية يعيش في البعد الرابع وهو قوة وهو طاقة والآن في الأسطر القادمة يدعوها الآن لكي تراه تراه دعونا نقرأ ما تقوله بلي was doing the same thing he did when he was alive using his humor and charm to get what he wanted his silly angel imitation got me thinking that maybe writing this book wasn't as serious as I was making it floating around the sky as a bad boy angel was بلي's way of saying so what no big deal don't worry about it come out and play since بلي's death I had become more and more isolated I kept my answering machine on all the time and only took calls from friends who knew about بلي when it came to everyone else how could I act normal when I didn't feel normal I found excuses not to see people maybe my universe had expanded but my physical world had definitely shrunk I was melting inside this بلي's secret after بلي dictated his notes he invited me to come to the bay now that I could see بلي as well as hear him it was almost as though he was a friend who lived down this street تقول هذا الكلام الذي يكلمني به بلي هو أيضا باستمرار كان يمازحني يعني هذا الكلام عندما دلعها قال لها لا تقلقي غريتا غاربو ويكلمها ب يعني هذا الدلع هذا الضحك فتقول هذه شخصية بلي عندما كان في الأرض دائما كان مرحا يمزح معي يتكلم هكذا يعني يدلعني هذه الأمور وتقول الآن هو بدأ يشجعني أنه أنا أبدأ أكتب هذا الكتاب قلنا نحن في الجزء الثامن والجزء السابع والجزء السادس مسألة كتابتها للكتاب عندما طلب منها أن تكتب كتاب هي خافت وضحنا الأسباب لماذا خافت أو ارتبكت فهو يشجعها الآن أنها لا تأخذ الحياة بجدية يشجعها يقول خذي الحياة بلعبة ببساطة بفرح تقول قبل أن أسمع صوت بلي يعني قبل هذا الحدث سمع صوت بلي يعني الصوت الأول قبله تقول أنا عشت حياة مغلقة فكنت لا أتكلم مع ناس كثيرون حتى أضع تليفوني على الأوتوماتيكي على الجواب الأوتوماتيكي إلا يعني لا أجيب كل الاتصالات التليفونية فقط قلة من الناس الذين أنا أعرفهم ألتقي معهم وتقول دائما كنت أكون أعذار من أجل أن لا ألتقي بالناس تقول عالمي عالمي المادي حياتي تضيقت بعد وفاة بلي قبل أن يعني يتكلم معها بصوته طبعا فهذه حياتها كانت قبل حدث الصوت بعدها تغيرت حياتها عندما سمعت بلي يتحدث وبدأت تكتب الملاحظات والتجارب التي عاشها بلي فالآن تقول تقول الآن مرة أخرى بلي يشجعني أن ألتقي معه ألتقي معه أين ألتقي معه على ساحل بحر فهو يقول لها تعالي على ساحل بحر من أجل أنك تشاهدينني بالصورة وأيضا بصوت تسمعينني فتقول أنا يعني أذهب إلى البحر أو سوف أذهب إلى هذا البحر من أجل أن أشاهده وأسمعه واضح؟ السطر الأخير تقول The day الآن لقاءهم بالصورة تشاهده يعني مشاهده The day was warm with a wild breeze I put on a red bathing suit I hadn't worn in years and trolled down the steps to the water just as I reached the shore there was bully unmistakable in the sky he was in angel mode again luminous and white rob so transparent he was almost invisible raising his hands above me pouring down blessings he kept repeating the world is your oyster the world is your oyster you are the peril and the oyster so I'll show you I'll show you I'll show you this I'll show you لكم الفكرة يعني تتوضح لكم الفكرة الصور مهمة يعني المحاضرة مع الصور والرسم مهم من أجل أن تكون لكم فكرة فتواعد على البحر تقول وإثناء ما أنا وصلت إلى ساحل البحر حتى أعتقد دخلت الماء وكانت تلبس يعني لباس السباحة بمناشف أو برداء أحمر تقول برداء أعتقد رداء أحمر تقول لم أرتديه منذ سنوات وشاهدته هو في السماء هكذا شاهدته في السماء وهو يرتدي رداء أبيض وضوء طاقة ضوئية ويلوح لي ماذا يقول لها The world is your oyster أوكي العالم كله ملككي أيتها المحار الآن وصفها بالمحار أويستر محار يقول لها The world is your oyster The world is your oyster مرة ثانية العالم ملككي أيتها المحار والآن يقول لها أنت اللؤلؤة وأنت المحار تقول كيف ترى He was in angel mode again على شكل ملك luminous يعني متوهج مرتدي يرتدي أوكي يرتدي دجداشة روب باللغة الإنجليزية روب دجداشة يعني ارتداء سوت أبيض وهو جدا شفاف transparent شفاف تقول هو على الأكثر كان غير مرئي وraising his hands رافعا يده يلوح raising his hands يلوح أوكي ويرسل لي طاقة بركة لا يرسل لي طاقة بركة ويقول لي يقول لي العالم ملككي أيتها المحار العالم ملككي أيتها المحار ثم يقول لها أنت اللؤلؤة pearl أنت اللؤلؤة وأنت المحار الآن هي تقول I saw silvery sparkles everywhere even though I was wearing sunglasses the light was so bright I was afraid that when the blessing was over I would discover that I had gone blind عندما يرسل لها طاقات المحبة والبركة كملاك الآن هي ماذا شاهدت تقول شاهدت شاهدت فقاعات أو دوائر أو كرات فضية تأتي باتجاهي طاقة طاقة على الرغم تقول أنني أنا كنت أرتدي هذه النظارات النظارات الشمسية وتقول هذه الطاقة أو الضوء كان جدا جدا متوهج وتقول أنا كنت خائفة أن هذه الطاقات البركة التي هو يرسلها ممكن تصيبني بالعمى لاحظ هذه قوة بلي في البعد الرابع وهذه قوتك أنت سواء في البعد الثالث أو في البعد الرابع أنت طاقة الكون كله يعمل بالطاقة فإذا كانت تستلم تقول silvery sparkles أوكي يعني دوائر فضية أو فقاعات كرات صغيرة فضية باتجاهها بقوة منه تقول eyes have closed I waited tentatively across the pepled bottom into the calm warm water of the bay ماذا عملت هنا أيضا أدخلت يعني أدخلت جسمها أكثر في الماء بحيث قدميها تكون على صخور تحت الماء من أجل فقط أن تأخذ يعني وضع الراحة وضع الاستجمام الاستجمام والاستحمام هكذا من أجل أن تشعر بالهدوء تقول as I floated on my back eyes shut tight I whispered my new mantra I am the pearl and the oyster بدت تطوف يعني جسمها الآن بدأ يطوف في الماء تقول أغلقت عيني ورددت الصلاة العلمية أو المانترا يعني الآن هي عائمة عائمة على الماء هذا كله بالمناسبة ليس في منتصف البحر يعني لا تتصور هي في تسبح في البحر وإنما هي هنا على حافة في البي يعني على الساحل داخلة في الماء جزء يعني ممكن خمسين متر الأولى على سبيل المثال ففي الخمسين المتر الأولى تجد هناك صخور يعني في القاع صخور ممكن تضع قدميك عليها ممكن تسبح قليلا لم تذب أقصد إلى يعني إلى مسافات أبعد وهو فوقها فوقها في السماء تراه يسل لها طاقات البركة وطاقات الحب فتقول وأنا طائفة فوق الماء أردد الصلاة التالية تقول هي قالت لنفسها قالت أنا صلاة جميلة فدعونا نقول قول هذا معي الآن نعم قل قول أنا اللؤلؤ وأنا المحار أنا اللؤلؤ وأنا المحار فقال لها أنت اللؤلؤ وأنت المحار الآن هي تردد تقول أنا اللؤلؤ وأنا المحار الآن تقول when I got home I took a magazine from the mailbox and flipped open the cover on the first page was an ad showing a blonde and a gold gown slumped against the floor of the oyster bar the bar and the floor were covered with huge piles of discarded oyster shells the exhausted woman was staring at an object she held between her fingers when I looked closer I saw that it was an oversized sparkling pearl what happened when I returned to the house to the house to the house or I ate by a room to the house الآن هذا الحدث المهم الذي هي سوف تربطه بحدث رؤيتها إلى بلي وكيف بلي وصفها أنها هي اللؤلؤ والمحار فتقول عندما رجعت إلى البيت أريدكم أن تربطوا الحوادث لماذا أقول هذا لأن بلي لديه طاقة وبلي عندما يقول شيء ويصف لها شيء أيضا هو بلي يغير حياتها بلي يغير حياة أخته في الأرض كيف تذكر التاليلان تقول عندما رجعت إلى البيت تناولت مجلة وفي أول صفحة منها أشاهد سيدة بلونت بلونت يعني شعر أشقر وعيون زرقاء أوكي وترتدي ترتدي هذه البدلة التي هي القولد جون القولد جون هذه بدلة نسائية فهي تتطلع في المجلة وتقول وجدت هذه السيدة أو عفوا هذه البدلة النسائية التي تسمى القولد جون على شكل أيضا فيها أشعة أشعة ذهبية واضح ونقرأ فقط مرة أخرى سلمت هذه السيدة في المجلة سلمت against the floor of an oyster bar موضوع على عمود من المحارات هذا في المجلة موضوع على عمود من المحارات and floor were covered with the huge piles of discarded oyster shells والأرضية كانت مغطاة أيضا بالمحارات هذا في المجلة the exhausted woman was staring at an object she held between her fingers when I looked closer I saw that it was an oversized sparkling pearl وهذه السيدة كانت تحمل في يدها في الصورة تركز عليه هذه السيدة وضع لآلة متوهجة لحظ فهي تربط يعني هذه الصورة وهذه البدلة النسائية والمحارات التي شهدتها في المجلة ووصف بلي لها قال لها أنت يعني أنت المحار وأنت اللؤلؤ فهذه الأحداث تربطها بالأحداث التي شهدتها والتي عاشتها مع بلي عندما ذهبت لرؤيته على ساحل البحر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة